اشتركوا في القناة عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ما السبب في توجيه التكاليف الشرعية للعقلاء البالغين ورفعها عن الصبيان والمجانين ومن أجل ذلك جاءت التكاليف الشرعية والخطابات الإلهية موجهة للعقلاء البالغين مرفوعة عن الصبيان والمجانين فإذا بلغ العاقل سن الحلم صار موضع الخطاب بالتكاليف الدينية والأوامر الربانية ذلك لأن هذا الدين المحمدي جاء بالمعقولات المبرمة والقضايا المحكمة التي يوقن بها كل منصف عاقل ولا يزيغ عنها إلا متكبر جاهل وعلى هذا الهدي المحمدي سار الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى يوم الدين لأنهم أولو عقول سامية وأفكار نييرة قال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه إذا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنأ والذي هو أبقى وفي رواية عنه إذا حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأبقاه والمعنى أيقنوا بأن ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم هو أهدى ما يكون إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة ولا أسعد منه ولا أرشد منه ولا أنفع منه ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه وقد سئل بعض الأعراب فقيل له بما عرفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به والحمد لله رب العالمين